قوات الاحتلال الصهيونية تعتقل فتن فلسطيني ببلدة عراق بورين ينوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة بعد اقتحامها للبلدة ومداهمة بعض المنازل فيها ويقول شهود عياني أن الشرطة الإسرائيلية قامت باقتحام البلدة بعد منتصف الليل حيث عبثت بمحتويات المنازل التي داهمتها قبل اعتقالها للفتن فلسطيني عبدالله منذر قادس كما تواصل قوات الاحتلال مداهمتها لبلدة عراق بورين وتعتقل شبابها بعد عملية طعن التي أصيب فيها جنديان إسرائيليان في مستوطنة هربراخ قبل حوالي شهر وتفيد مصادر إعلامية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية صعدت حملة اعتقالاتها ضد الفلسطينيين منذ انطلاق شرارة انتفاضة القدس شهر أكتوبر الماضي حيث اعتقلت عدة شباب فلسطينيين من مدينة القدس والخليل وبيت لحم وبلدة قباطية وبلدة ساعير وعدة بلدات أخرى وفي قطاع غزة نعت حركة الجهاد الإسلامي القائد الميداني في سراء القدس محمد عبد البالغ من العمر ثلاثة وأربعين عاما وتأثرا بجراح جراء غارة صهيونية في عدوان 2006 على قطاع غزة كما نعت الحركة للحاج حسين رشد النخالة بعد إصابته بجلطة دماغية وسبق للجيش الصهيوني أن استهدف منزله في غارة أدت إلى استشهاد زوجته ونجله إبان العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع مطلع العام الماضي اشتركوا في القناة